السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة أريد أن أشرح لكم الصورة المصغرة الصورة المصغرة هي عنوان الفيديو الأول والعنوان الثاني للفيديو هو اسمه والعنوان الثالث هو الوصف فأنا هتكلم عن الصورة المصغرة ونحن بنتحرك جوه اليوتيوب نرى فيديوهات الفيديو ده مش حطت صورة مصغرة بمعنى حط الفيديو كتب العنوان وطلع ومنتظر مشاهدات طبعا المنظر كده ما ينفعش نشوف غيره هنلاقي صور بالشكل ده أقارب من الدرجة الأولى نجح ان يحط صورة تحس الاتنين توقم فالواحد بيدخل علشان يشوف ايه حكاية الاتنين التوقم دول الفيديو اللي بعده جايبين حمائي بيتكلم شايماء في زافويس وجايبين المشهد ده مخصوص ويسابوا الحلقة كلها بلا ان المشهد ده حقق خمسة مليون مشاهدة فيديو واحد بخلاف الحلقة الجزء ده حقق خمسة مليون وكسور دخل على ستة مليون ايه السبب؟ السبب هي اللقطة دي فأنا لما يكون عندي فيديو ورفعته على اليوتيوب ما اكتفيش ان انا رفعته وكتبت اسمه واخرج لا لازم اعدل الصورة المصغرة الصورة المصغرة هي اول ما يقع عين المشاهد عليه وهو في برنامج اليوتيوب طيب بنغير الصورة المصغرة دي ازاي تعال اهوريكم مثال عملي هندخل على برنامج يوتيوب ستوديو اللي انا قلت ميت مرة ان البرنامج ده مهم جدا جدا وهو المتحكم في قناتك بندخل هنا فوق ونختار الفيديوهات انا هختار مثلا الفيديو التالت الفيديو التالت بيقول ما هي افضل مدة الفيديوهات اليوتيوب من حيث جمع المشاهدات الاكثر ام الاطمال ولكن الصورة لا تمت ولا تدل على اي شيء عن محتوى الفيديو فلازم الصورة دي تتغير انا بضغط على علامة الالم دي تمام التعديل بيجي لي العنوان وبيجي الوصف والخصوصية احنا اللي همنا الصورة مكتوب تعديل الصورة المصغرة هندغط عليها البرنامج بيديني تلات صور التلات صور دول لان تقريبا الفيديو كان معظم الوقت نفس الخلفية هي اللي موجودة فاليوتيوب مقدرش يختار حاجة من بعد دقيقة او بعد اثنين او بعد ثلاثة وشاف ان هي دي اللي كان عليها التركيز لكن عاطيني الخيار الرابع اللي هو اختيار صورة مسغرة اول ما بتضغط الصورة المصغرة زي ما احنا شفنا بينقلك على طول الستوديو عندك انا مجهز الصورة وكاتب عليها اللي انا عاوز اقوله ونجهز لكم صورتين الصورة الاولى دي ودي الصورة التالية طب تعالوا ناخدوا الصورة الاولى واقول لكم الفرق بينها ايه وبين التالية الصورة دي لو جيت حاول اعدل فيها اليوتيوب بيسمحلي ان انا اكبرها لكن لو اشان اصغرها مش هيديني الكلام اللي انا كاتبه على الصورة يلي تحت يضيع يلي فوقها يضيع يبقى الصورة دي لا تصلح نضغط ثاني على تغيير واختار الصورة التالية اه شوفوا هنا سمح لي ان انا اتحرك حتى لو هيشيل جزء من الصورة لكن الجزء اللي انا عاوز باباين للمشاهد عشان اول ما يشوفوا الصورة دي يبتدي يدخل للفيديو عندي ما افضل مدة الفيديوهات اليوتيوب ده بقى الشكل النهائي للفيديو نرجع للوستوديو عندنا بقى هو ده يبقى المشاهد اول ما يشوف ما افضل مدة الفيديوهات اليوتيوب هي دي اللي هتخليه يدخل عندي الفيديو ويعمل مشاهدة بالاضافة لنفس المحتوى هو اللي مكتوب هو اللي بتوضح الصورة يبقى بالشكل ده انا بضمن ان المشاهد يفضل موجود عندي فترة الفترة دي بيتبين لليوتيوب ان المحتوى هادف ان المحتوى صادق ان الناس لو عاوزة تعلن تعالوا هنا الفيديو ده هو اللي بيخلي الناس تعد تتفرج عليه لو هو خمس دقايي الناس بتتفرج على الخمسة كاملين واحتمال نفس المشاهد يعيده ليه لان المحتوى هو نفس الصورة بالشكل ده اليوتيوب بيقترحوا لمشاهدين تانين ليهم نفس الاهتمامات بتاعة المشاهد اللي دخل على الصورة على طول بالشكل ده جماعة انتو بنقطة بسيطة جدا من خلال يوتيوب ستوديو اللي هي الصورة المصغرة الصورة المصغرة قدرتوا ان انتو تنقلوا نفسكم من قنوات موجودة تحت لقنوات موجودة فوق في المقترح طالما انت موجود فوق الناس ما بتنزلش لتحت يا جماعة الناس بتاخد اول 3 4 5 6 7 ما بيعدش العشرة وبيشاهد منهم حاجة ليه لان اليوتيوب مش عبيد اليوتيوب عارف هيجيب مين ويجيبه ازاي درس ان شاف كام نقرة عملت صح على الصورة دي وناس دخلت فعلا وشاهدت وعملت اعجاب وعملت تعليق اصبح فيديو هادف اصبح محتوى هام يا جماعة الفيديو يقاس بمدى التفاعل مدى التفاعل هو المشاهدة الكاملة مدى التفاعل هو الاعجاب مدى التفاعل هو التعليق لكن ان انا ادخل اعمل نقرع الفيديو واخرج في نفس الوقت هتاخد مشاهدات والعدد هيزيد لكن بدون فايدة لمنشئ المحتوى اللي هو صاحب القناة ارجو ان انتوا تكونوا فهمتوا حاجة النهاردة من الدرس الصورة المصغرة وفايدتها وان شاء الله انتظروني في فيديوهات تاني بتوضح لكم ازاي تخلوا قناتكم تطلع تريند نمبر ون نمرة واحد في اليوتيوب بحيث الناس تشوفها ويكون فيديو بتاعكم مقترح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة